مشاهدين بالتأكيد بتكمن أهمية المشاركة الانتخابية في شعور الناخب مدى قيمة وتأثير صوته الانتخابي في العملية الانتخابية واستجاو عام من الديمقراطية والحرص على نجاح العملية الديمقراطية واحترام حق الأفراد في اختيار من يمثلهم دعونا نتابع المزيد مع زميلة سارة نجيب أهلا بحضراتكم تعد المشاركة في الانتخابات واحدة من أهم وأعظم الحقوق الدستورية للمواطن في كافة دول العالم وليس في مصر فحسب لما لها من تأثير في صنع حاضر ومستقبل البلاد تحت قيادة قوية وحكيمة تقود البلاد إلى الاستقرار والتقدم والرخاء وتكمن أهمية المشاركة الانتخابية في شعور الناخب بمدى قيمة وتأثير صوته الانتخابي في العملية الانتخابية وسط جو عام من الديمقراطية والحرص على نجاح العملية الديمقراطية واحترام حق الأفراد في اختيار من يمثلهم تمارس الانتخابات في مصر منذ عهد بعيد ويعتبر الاستفتاء الرئاسي لعام 1965 الذي فاز فيه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر هو أول انتخابات رئاسية في مصر تعد الانتخابات المصرية لعام 2005 هي أول انتخابات تعددية مباشرة بعد ثورة الثالث والعشرين من يوليو لعام 1952 وكانت تمثل تجربة جديدة على الصاحة السياسية في ذلك الوقت وبعد قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير من عام 2011 أجريت انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2012 وهي ثاني انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر وأول انتخابات رئاسية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2014 تعد ثالث انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر وأول انتخابات بعد ثورة الثلاثين من يونيو من عام 2013 والتي فاز الرئيس عبد الفتاح السيسي بها انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018 تعد رابع انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر وثاني انتخابات بعد ثورة الثلاثين من يونيو من عام 2013 والتي فاز بها الرئيس عبد الفتاح السيزي الانتخابات الرئاسية لعام 2024 تعد خامس انتخابات تعددية في تاريخ مصر وثالث انتخابات بعد ثورة الثلاثين من يونيو فقط ما يؤكد على حالة التحول الديمقراطي التي تشهدها مصر وزيادة معدلات الوعي بدور المواطن في تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة ويتنافس فيها أربعة مرشحين هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وفريد سعد زهران وعبد السند يمامة وحازم عمر المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني على كل مواطن هذا وتتميز انتخابات الرئاسة لعام 2024 بمشاركة مرشحين من الأحزاب المختلفة مثل حزب الوفد وطيارات المعارضة التي يمثلها المرشح الرئاسي فريد زهران